ايوه يا ابو سنبا انا سمعت فرق على المصابقة يا ابو سنبا اللي انت بتقولي عليها دي مش عارف هيعدوا علينا ياخدوا حد من عندنا مثلا يختاروا سنبا ولا ايه بس اكيد مش احنا يا ابو سنبا ده هي للاطفال الصغيرين بس ايوه يا ابو سنبا ما يا صاحبتي قالتلي كده قالتلي عدوا عليها في البيت وخدوا ارنوب ابنها عشان يدخل في المصابقة لما نشوف يا ابو سنبا على الله يعدوا علينا النهاردة سنبا قوي نفسه قوي قوي يشترك في المصابقة دي فلاص ان عدوا علينا يبقى يشترك طب هشوك مين يا ابو سنبا اللي على الباب وارجعلك تاني حاضر حاضر ده يا ها السلام عليكم يا فندم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين حضرتك انا يا فندم الاستاذ فلفول المسؤول عن المصابقة ما سمعتش عن المصابقة اللي تتعامل في الغابة قريب لا لا سمعت عن المصابقة صح سمعت سمعت طيب تمام حضرتك عندك ولد اسمه سنبا ايوه ايوه ابني سنبا مالو مالو عمل ايه سنبا لا لا سنبا معملش حاجة خالص سنبا اللجنة المصابقة اختريته ان يكون معينا في المصابقة لو ممكن نشوفه ونتكلم معيه ونشوفه ليصلح للمصابقة ولا لا لو سمعت اندهلين على سنبا حاضر حاضر انده على سنبا يا سنبا يا سنبا سنبا نام يا بابا نام هو ده سنبا ما شاء الله ما شاء الله عليك انت يا سنبا اختر نوق في لجنة التحكيم ان انت تبقى معينا في المصابقة ايه رأيك يا سنبا مصابقة مصابقة ايه انا مش عارف حاجة مصابقة دي بتاعت ايه مصابقة طعام ولا مصابقة ايه لا يا حبيبي دي مصابقة اسئلة واجوبة واللي هيفوز في المصابقة دي ليه صندوق كنز كبير هياخده كله ليه الله الله كنز كبير طب انا عايز اشترك اشترك اه في المصابقة لو سمحت يا بابا انا عايز اشترك في المصابقة دي يمكن انا اللي فوز بالكنز الكبير طيب يا سنبا يا حبيبي خلاص يا حبيبي اكتب اسم سنبا معاك هنشترك معك في المسابقة ان شاء الله وربنا يسهل وهو اللي يفوز فيه ايه يا سامبا؟ مين يا حبيبي على الباب؟ مين اللي بقاله فترة عمليه قلم بابا ده؟ وفيه ايه بالضبط؟ يا ماما بيقول ان هو اسمه عم فلفول يا ماما وجاي علشان المسابقة انا سألته يا عم ودي مسابقة ايه؟ علشان انا كنت فاكر مسابقة طعام قالي لا لا دي مسابقة اسئلة واجوابة واللي هيفوز يا ماما هياخد كنز صندوق من الدهب والمجوهرات يا ماما انا مش عارف انا خايف انا خايف قوي رغب ان انا قلتلي يا عم و اكتب اسمي وانا هدخل معك المسابقة بس الان قوي يا ماما الان وخايف خايف لو معرفش اجاوب كويس يا ماما لا لا ما تقولش كده يا سمبا ده انت شاطر خالص خالص ما شاء الله عليك يا سمبا وانت برضو ادخل راجع كده وذاكر المعلومات اللي انت عارفها اكد عليها والحاجات اللي انت مش عارفها ذاكرها من اول و جديد يا سمبا انا عارفة ان انت شاطر واحتمال كبير قوي 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 انك انت اللي تفوز في المسابقة دي يا سمبا ايوا يا ماما انا نفسي قوي افوز يا ماما نفسي قوي قوي ده المسابقة خلاص بكرة طبعا اذنك يا ماما عن اذنك لما اروح اذاكر شوية ايوا كده انا ذاكرت الصفحة دي خلصتها خلاص وذاكرت الصفحة اللي تحتها اللي تحتها تمام فاضلتي بس الجزء الصغير ده خالص وكده خلصت بكل المذاكر اللي نفت اذاكرها ايه ده يا سمبا انت لسه صح يا حبيبي يلا نام يا سمبا نام عشان المسابقة الصفحة بدري يا حبيبي تقدر تسحى كده وتبقى خايق وتقول كل المعلومات اللي عندك ان شاء الله تكسب في المسابقة يا سمبا يلا يا حبيبي قوم نام حاضر يا ماما اقوم اهو انا الحمد لله ذاكرت كل حاجة يا ماما تسبح على خير يا حبيبتي وانت من اهل الخير يا حبيبي ازايكم يا ولاد عاملين ايه اخبركم ايه هل جاهزين للمسابقة بتاعت النهاردة ايوه اه طبعا جاهزين جاهزة للمسابقة طيب يا ولاد شطار جدا جدا النهاردة المسابقة بتاعتنا عبارة عن ثلاث اسئلة واللي هيجاوب بعد ثلاث اسئلة صح هو اللي هيفوز معنا بالكنز صندوق المجوهرات والدهب والالماز هو اللي هياخده طبعا هو وعائلته خلاص يا ولاد يلا اول وحدة هنسألها سلحفة قولي يا سلحفة ارقان الاسلام كام ركن ولا اثنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ايوه ايوه انا عارفة ارقان الاسلام كام كام اه ارقان الاسلام تلاتة وانت يا ارنوب قولي اجابتك ارقان الاسلام كام معاك الارقام من واحد لخمسة اه انا عارف اه ارقان الاسلام اه اه اربعة هم اربعة اه هم اربعة طيب قولي اجابتك انت يا سنبا ارقان الاسلام كام ايوه انا عارف طبعا ده سؤال سهل جدا جدا ارقان الاسلام طبعا خمسة ارقان الاسلام خمسة يا استسف الفول برافو 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 عليك يا سنبا سنبا جاوب اول سؤال صح كله يلا يسقف لسنبا السؤال الثاني يا ولاد كم عدد اجزاء القرآن الكريم واحد ولا اثنين ولا تلاتة ولا اربعة معاك الارقام من واحد لتلاتين كم عدد اجزاء القرآن الكريم اه انا بتهيق لي كده بتهيق لي هم خمسة وعشرين وانت يا ارنوب اجابتك ايه اجابتي اجابتي لا لا هم عشرين بس مش خمسة وعشرين وانت يا سنبا اجابتك ايه طبعا طبعا هم تلاتين جزء القرآن الكريم متجزأ لتلاتين جزء برافو 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 عليك يا سنبا كده جاوبت على السؤالين صح كله كله يسقف لسنبا هقول لكم يا ولاد السؤال التالت وده طبعا آخر سؤال ايه السورة اللي في القرآن الكريم اللي ذكرت فيها البسملة مرتين والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم يلا جاوبوا معايا ايه هي السورة دي ايه بتهيالي كده سورة الرحمن وانت يا قرنوب اجابتك ايه ايه انا مش متأكد بس بتهيالي كده برضو سورة مريم وانت يا سنبا اجابتك ايه يا حبيبي السورة اللي ذكرت فيها البسملة مرتين هي سورة النمل برافو برافو عليك يا سنبا يلا كله يسقف لسنبا مبروك مبروك يا سنبا يا حبيبي يلا قرب علشان تستلم الجايزة بتاعتك صندوق المجوهرات ولو اعجبكم حواديد سنبا يا اصدقائي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يجيلكوا كل فيديو جديد بنقدمهلكوا على القناة مع السلامة